اشتركوا في القناة انوار ان اقصر طرق الحب هو الصدق لوث يديه بالدماء فاستحالت بقع دموية توشي ثوب الحب الناصع بالسواد ربما انا للغموض عن ينجلي لتشرق شمس الحقيقة وتزيح غيوم الخوف انا عصفة كتير تأخرت عليك بس طلبك فعجأني ان بدك تشوفني هلا مشاعلان انوار اصدق اي انو تحقيقات واكيد بسكونت عبان كتير على فكرة فيه شغلات تانية بالحياة انا باهتم فيها غير التحقيق فيني عارف متل شو انتي مسلا انا طبعا انتي ولا نسياني انو اليوم بسبب انت زعيب ميلادك بس انا مو زعلانة لانو انت كنت عم تقوم بواجبك بس انا زعلان زعلان لانو ما قدرت قلك كل عام انتي بخير ميرسي كتير بس انت جبت اللي ديه دا اه فيم تعليكي اصدق تقولي نقيب ايات جبلك هذيه مرسي كتير لا اهتمامك هاي القصة شوي معقدة انا مارع عارف يسرح لك اها بالضبط هلا بس بظن مع الوقت تفهميها عموما معنا بطول الحديث اه يعني اليوم يوم مميز وانتي لديك وضع خاص عندي انا ماري حابب يمر هاد اليوم باي الطريق احابب احتفل فيك ايه في مشكله ميرسي كتير لاهتمامك اشتركوا في القناة اعرفوا انه ابو رياض رجع لمملكته هلا ماله على راحتك حبيبي ايه انت ما بده قوم ونقبروا على قلبكن وعملوا لي التلك والعلي يلا حاسست لك انه انفكرين حالهم معلمين اقطع ايدي من الباط اذا مو هبشي لهم كم هبشي وعلى قلبهم هيك بصاري اكتر من اللي جوا لوين بدك توصليني يا مجمال لوين يا بدي اعخانو شو علي اقمع يا اجمل حكاية من عمري كله سنين حلها ما فات جملها على حبي قبله اخي ما عم تركب معي ما عم تركب معي لا بحلال لا بحرار لك انا بحبها يا صدوق و بحبها لك ليش ما عم تفهم علي ما عم تفهم علي انا بحبها ما عم تفهم علي او بحبه انا بحبه انا بحبه انا بحبه اطلق صراحة من زمان أطلق صراحة ديش أنا حابسة يعني والله مالي حابسة لا مالك حابسة بس بتعرف انه انت اللي عم تعملوا فيها أصعب من الحبس ورح يجي يوم تطير بجنحاتها من هالأفص اللي انت حابسة فيه مش هاد هيك بدي أصل لشناحاتها دير بالك من حوى يا صاحبي دير بالك منها حوى إذا آهرتها وبكيت بتكون عم تلجأ لك بضعفة وعم تستنفر حنانك من جوا بس إذا آهرتها وجقرت عينها فيك تأكد يا روح أمك انه انت اللي رح تبكي كتير سنين ومرت زي السوان بحبك انت وان كنت قذر أحبتاني أحبك انت كل العوات في الحلوة انت أسحب أبو جمال أسحب روح أرفع شوفك والله هي اتنا سلمنا النمر حافظ الطريق ولا ملك حافظه رأسي بخريطة ما تأكل أمي الله عليك يا أب جمال والله ما عرفتك بالدنيا سدوك الله سوف يحرمني آك لك الله يفرجيني آك دائما مبسوط يا أب جمال شد حالك أب جمال شد حالك شد حالك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة وانا وصانا خير شو جاي يساويك؟ انا هيكي كنت مارك بالطري وقالت بيجي بسلم على عمي ابسوهيل وبيحطي له شو ساير معي خير ان شاء الله عمي ابسوهيل ولله هيكي مرت ان شاء الله عقبال ولادك طلعت حامل فالدكتور قال لي ان انت يازم تعاكل شوية تلحم احمر مشان في تغزة قلت لحاني مالا غير عمك ابسوهيل اكيد هو راح يلبيك وبيعرف الوضع لا اخر الشهر بس بيعطيك ياهم كله ان شاء الله يا بل انت اجيبوا ولادك عم بيكون عدة المسئولية يعني مو معقول انت اجيبوا ولاد بزدتهم بالشوالح تقول الحساب اللي عليك يعني معقول ان انا عليك الحساب انت وعطاقوا القحمة ببلاشيك اخرى ليه فيا خلشي لحام غيري استغلتك بسهيل تعال تعال خود مشي حالك بهاي يلا الله معاك تترم سلم الله بني قسوهي اللهم معم يهي سيد مصطفى نعم دكتور الله ينعم عليك يا محترم يا مؤدب يا عم ربا الله يسلمك وصلتني معلومات انك بتخاف الله وانك متدين وانك متبحر بعلوم الدين كمان اكيد دكتور اكيد بسم الله الذي لا يضره مع اسمي شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ما شاء الله وحافظ طالما هي شو هي دكتور هاي الورقة شو جابها لعدك هلا هذا اللي همعك شو جاب هاي الورقة لعندي ولك ما لك خجلان من فعلتك هي مو قصة خجل أو شيء دكتور بس هاي الورقة سرية سرية كتير سرية ولك في شيء اسمه زواج سري مو شرط الزواج هو الاشهار شو مو شرطه هو الاشهار بعدين بدي افهم عند انو شيخ اعمل هذا عقد القرآن وكتب الالكتاب دكتور لا في شيخ ولا في شيء انا عملته لحالي بس فيه شهود اتنين لحالة لأنه هيك الشغلة فوضى بدون موافقة ولي امرها ولك طالما بتحب البنت وهي بتحبك واتنين رايدين بعضكن ليش ما رحت لعند اهله وطلبتها رسمي لأنه اهله معارضين اين عم اهله معارضين دكتور بتقوم تعمل عملتك هاي الوسغة دكتور القصة سمعني منيح لسه ما خلصت حكيه بتعرف هدا اللي عملته شو اسمه اسمه استغلال وقل للضمير ولك كمان بتقوم بتنكر زواجك منه وبترفض تسبته بالمحكمة لا لا دكتور انا ما نكرت هذا الشيء بعدين اذا بدك انا هلا بجيبها لسلمة وبواجهها قدامك طالما حكك صحيح ليش ما عم تسبت زواجك بالمحكمة دكتور لانه انه انا هلا مالي جاهز لا افتح بيت ولا اتحمل مسؤولية ايه قلعنوا اداء رقبة ايه عزر اقبح من زنب لك عليش عملت عملتك الوسغة دكتور انا ما عملت شي وصيخ انا الكلمة هونالك تزواجتها لسلمة على سنة الله ورسوله ولك سنة الله ورسوله بتقول تتزواج قدام العالم كلها وبموافقة ولي امره مو تعملي حالك شيخ وعريس وولي امر ومن رأسك لا رأسك بيدون ما حدا يدره ولك بتع لهون رب العالمين راح هيقبل انك تتزواجها بالسر وبعدين ترفض تسبت زواجك بالمحكمة لا دكتور راح سابته بس موهلة لكن امتى امتى لك اذا بدك تضل رافض تسبت زواجك بالمحكمة راح اخبر اهلك بس يا دكتور ولا كلمة سمع معك اسبوع يا بتحل هالمشكلة وبتسبت زواجك بالمحكمة يا اما بدي حلها على طريقتي الخاصة حاضر حاضر دكتور السلام عليكم ما عليكم السلام انا بدي الموضوع يوصل للدكتور امجد بهي الطريقة انا كنت بحله بمعرفتي اذا سمحت سكر عاسيرة وطلع من هون اصلا انا بعرف بعرف مين وصل الموضوع اليكم للدكتور امجد ما في غيرهي خنزيرة الدرة ريمة انا متأكد من هذا الشي بتروح من وشيه وتصلح موقفك الوسخ مع البنت ولا خبروا للدكتور امجد ايه ماشي ماشي كلكن علي ما حدا يصف معي ها ما حدا يصف معي بس انا ما لي خايف من كل لانه الله سبحانه وتعالى معي مو مشكلة ماشي خليك لخبر الدكتور امجد بهالحكي لا لا طولي بالك طولي بالك اسبي الله ونعم الوكيل اسبي الله ونعم الوكيل يطاع عمرك من بين الشباب شوفوا بيجا شوفوا بيجا شوفوا بيجا شوفوا بيجا هون اتفا والله كيفك سوس هاي شوانة باتو راعد عند المحاضرة شوفوا شوفوا بيجا يعني لقيمة تكونوا تضلوا عم تسلموا على بعض مياس صرح أمرك سيدي طيب هلا بدك تفهمنا كيف خيالتنا كل اياتنا على اساس انك طالب حكي لنا لنشوف يلا ايوه هاي شغلتي مو شغلتك انت خليك بدراستك بصراحة انا كنت جاي ااخد اغراضي بس قلت قبل ما ااخد اغراضي لازم شوفكم واحد واحد وسلم عليكم وخصوصي دلوت يعني هلا ماعد نشوفك انت اكتر واحدة لحتشوفي ايوه بلاش تتهر النوايا نوايا شو ايوه ايوه مصر انك ماتلت اسيل وليس وجود أنا متل ما قلتلك قتلت وياه مو كمال هدين كمالي على قافي ليش قتلت وياه كنت حب دكتورة بالجامعة اسمت دكتورة أمل سويت شيف بالجامعة كرمالا قلت بيوم الايام لعله وعسى ممكن تتقرب مني وتحبني شو دخل هذا الشي بياتلك لويام هلو دخل الدكتورة أمل كانت كتير تستحقرني ولما تعرفت على ويام استحقرتني أكتر وأكتر صرت تهيني قدام كل الناس هذا الشي دا يعني كتير شرحني بقى أنت لسة كبيرة قاتل شوف حكيلي أكي والله هي قصة لا أريد حكي ولا شي خد شوفي عينك كان كل ما صدوك يخبرني عنها خبر كانت النار تحرقني من جوه وكل ما شوفه معه ويام بيحترق أكتر وأكتر تخيل بحفلة الجامة من بين كل الطلاب راحت إلوباستو حط حرك محلي هديش عندك قدرة للصبر كان فيك تحكي مع الشاب وتحاول من جديد معظم تورامل أنا هيك كانت بدي ساوي هيك بس إني ما خلوني شلون قال لي سدوكم ويامد يروح يشوف أخوه مش أنا طلبها رسمي أنا ما اتحملت حملت السكينة ورحت لعندونا الكافترية فتت لأيتم الديناتون قاعدين جوه استنيت استنيت وهلأ خلصوا الكلمتين ايه خلصوا اسمع الكلمتين اللي كان وحطهم حلق لأدنك وعلى فكرة بيل بقولك بس قدرت طول الشمس رح طوله لأختي وازا بسمعك مرة تانية عم تحكي معه قسمة من لالة اتبحت مثل الخروف مازا صار الحديث هيك حق مو عليك حق عليك أنا يلي عملتك بني هذا مؤاد عن حاكيك برواء اسمع عمني أنا قادر إجوه زيبة وحطكم تحت الأمر الواقع بس أنا ما تربيت هيك اقس له متعدي اقسل واقعه اه توجد سادم الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدكتور تفهمني بعد ما قلت له انو انا صاويت حادث طبعا اهداني وهديت ابوهدها خلاكت هدا اهديت طبعا انا كنت هنا ويروحة جابعة وكمل على امل بس سودوكو ما خلاني هداني وينه سودوكو؟ اشتركوا في القناة ستقلي ما بعرف وينو حيبتي انا اسف عني صار يعني كنت ناوي طالعكم مشوار بس يعني مو بيدي حبيبية عادي حسنا انا كنت براك انا ما زعلت انو ما شفتي حباتي قاله غلازا هكذا انك كثير تعبان اي مشان هيكي جي تشوفك بس المفروض لازم ترتاح اي اي شو عم ساوي يعني عم ترتاح تماما اه ام شو صار مشان موضوع انور حبيبتي لكي كأنني قلت حبيبتي طيب ما عليش لما نكون عادين مضاد ما نحكي بالشغل نحكي بأشياء بطخصنا بس لو سمحتي حبيبتي ما عليش بعت كلمة حبيبتي أصلا ما عاد فيني افتح ايا موضوعتهن إذا أنت واثق من هلكلمة أنا عبد أديدي واثق هارم أعم طيب ما هيها حظة؟ لا ما هيها حظةو؟ يا جماعة سمعوني بدي أحكي كلمتين وبدي أستغل فرصة وجودكم كلياتكم هون وبدي أعلين مصطفى بدي أعلون أنه سلمة خطيبتي وحبيبتي ونورة عيوني أحبك بيش خنز cuma يادا أنا لا 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 لا! صلى الله ألف مبروك! خنزيرة الدرق أنت! الله يمارك فيكم! حكيي لي يا أم كمال شو أصدك أبو جمال؟ بأنه أنت يعني أنه أنت مالك رجال اسمعي لي! مجوز كون مريض أو مالي إدراة نعمل شيء بس أنا رجال خسماً عني خلا فوقي! لو رجال بتطلني! لش بيد أنك بدي تركك عندي! اسمعي لي! روحي أنت طارع! طارع! طريق شفتي ميلا رجال أنا رجال أنا رجال أنا رجال شفتي ميلا رجال تذكر شو كنت تسئللي مهما يتين تظريني وضلي قلي الله كبير إنها مرور جلب Burgour إنها عمل vectors إنها مجأة إنها مجأة إنها صحفة إنها صحفة إنها صحفة شخص شهر 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 بردي اليوم شبحون هدول رفقاتك ضلوا بيتحكوا بيتطلعوا علينا هدول رفقاتي ولا رفقاتي هدول اللي عم تحكي عنه رفقاتي قبل ما يكونوا رفقاتي تعرف؟ والله ما بعرف شو أنا زعلاني على بطول ورامي كتير يعني نيناتهم على أطلال حبيب مقتول الله يرحمون آمين تعرفي؟ شو رايك نقلب من هذا الموت كله؟ أم وقل لك شغلة نقول إنه هذا الآتي سيعمل هيك جرائم كتير كبيرة بس خدمي خدمة كتير كبيرة يعني نقف شو هي؟ يعني ما بتعرفي شو هي؟ لا انت قل لي أكيد إنه عرفني عليك دخيله بضحكي أنا دفاترك وكتبك محل ما صارت المشكلة الله يخليكي أبو جمال وحجب ليه هون ما بحسين أبو جمال تروح تجيب كتبة ودفاترة واتسأل عنك الدكتور أمجاد أنا بقله طيب أنت لسا ما نقلعتي؟ مقلوعة بعدين كان فيك تطلقني بدون ما تعمل هالفضايح الدعم العالم منيح ما خلصت عليكي أساسا أنا مالي جاي شوفيك جاي أخد كتب البنتي اللي غوطنيت وين هون؟ عندك بالسلة شوفيوا ليه؟ من الدرجة عملاقيكي سمعني لبلاء؟ مستسألعتني من قصر يلديز يعني كمال سيدي صار يحكو بالجامعة إنه كمال بيعرف الهاتف وابده يحكي هدا شي خوفني قلت لحالي روح واجهه ورحت صارت كلمة روح بدي واجهه بيتهرب مني وكل ما بكون بمكان بيطلع منه قلت لحالك يا ولا تتغدى فيه قبل ما يتعش فيك استنيت استنيت لحتى طلع من الجامعة وراها البستان ولحبته ولحبته فتت تقبيت ورا الشجرة نطرته 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 فتت 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 سيكون حوالا حوالا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة